وضمن الملفات التي يقدمها قسم التحرير بالتلفزيون الوطني حول الإنجازات التي تحققت خلال عام 2017 في كافة المجالات عد لنا الزميل أحمد آدم هذا التقرير المتابع للأحداث التي سجلت في العام المنشرم يراها تكاد تكون متقاربة مع ما قبلها من الأعوام السابقة ولكن لا يستطيع التنبؤ بما هو في المستقبل وإذا أحصينا الأحداث الأمنية من بين الأحداث الأخرى تكاد تتصدر القائمة العنف وما صاحبه من مآسي خلفت خلالا أمنيا أو تقصيرا دفاعيا ولو حتى تخطيطا استراتيجي وهناك بؤر حول العالم اشتهرت بالمناطق الساخنة وتكاد تدخل منطقة الساحل التي تعد جاد واحدة منها ضمن المناطق التي تعيش على صفح ساخن فالظروف الأمنية التي يعيشها العالم استدعت استنفار كل الطاقات الوطنية للتصدي لكل أشكال التخريب التي تؤثر سلبا على التنمية وللمهافزة على المكتسبات التي حققتها تشاد بما فيها الاستقرار الأمني لا تتهاون الدولة في ديعها بسبب التهديدات الأمنية لبعد الجماعة المارقة عن القانون فشاد واقفت صدا منيعا لها ليس على المستوى القطري فحسب بل تعدت إلى خارج الحدود ووجدت إشادة دولية على ذلك فقد أمنت شاد حدودها رغم الصراعات التي تدور حولها ولم تسجل أي خروقات أمنية خلال هذا العمل منصر بل ظلت الحكومة والشعب يقزين اتجاه كل المحاولات التي تضر بالأمن القومي ليس هذا بل أصبحت وجهة آمنة ليلجأ إليها بين هؤلاء الذين داخت بهم المآسي في بلدانهم حيث تصوديف الآلاف من اللاجئين في الشرق والغرب والجنوب وملتقى الاجتماع للخبراء الأمنيين على مستوى أفريقيا المركزية والغربية فأغلب الإشارات تدل على أن الظروف الأمنية التي تحيط بشاد تعتبر صعبة ولكن تظل تشاد أمنا محافظة على حدود أراضيها ودحر خطر التحديدات التي تقل بظروف الأمنية بدول المنطقة أعزائي المشاهدين كان هذا كل ما لدينا لهذا المساء قدمنا لكم من الفضائية تشادية إلى أن ألتقيكم مجددا دمتم في أمان الله